موسيقى السلام عليكم بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على اندلاع ثورات الربيع العربي أين النخب العربية من قضية فلسطين هل تخلت هذه النخب عن قضية العرب المركزية وتحولت البصلة القومية إلى الوجهة القطرية بعد أن شرعت السنوات القليلة من عمر الربيع العربي أوطاننا على شتى أنواع الصراعات لماذا غلبت بعض الفصائل وثيقة الارتباط بالقضية مصالح تنظيماتها الضيقة على المصالح العليا وكيف أثر ذلك في شعبية قضية فلسطين في وطننا العربي هل عادت المقاومة لتضبط بصلتها نحو الوطن الفلسطيني وهل ستفتح الحرب على غزة صفحة جديدة في تاريخ الصراع مع إسرائيل لماذا لم نرى مظاهرات حاشدة في بلدان الربيع العربي ترفض العدوان الإسرائيلي على غزة كما جرى في العديد من الدول الغربية وما مدى علاقة الأنظمة العربية بذلك ألم تسمح النخبة العربية بصمتها للبعض بالتطاول على دماء الفلسطينيين ألم يحن الوقت لضبط المصطلحات في تناولنا الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية أم إن ما يفرق العرب اليوم هو أكبر بكثير من هذا المطلب كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها للنقاش مع ضيوفنا في هذه الندوة الخاصة تابعونا موسيقى المترجم للقناة 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 بفجر جديد للقضية الفلسطينية ربما خفتها بعد ذلك أو لا بس هل كنتوا حسين أنه فيه فجر جديد للقضية الفلسطينية؟ هو كذلك بالبداية لابد أن نتفق على المصطلحات لا يوجد ربيع عربي على الإطلاق إذا كان هناك من ربيع عربي لابد أن نسأل أنفسنا أين الربيع العربي في قضية فلسطين؟ أين الربيع العربي على صعيد البلدان العربية؟ هل أزهر الربيع العربي؟ هل أزهر أنظمة جديدة؟ قيادات جديدة؟ هل أزهر أنواع جديدة من الأنظمة العربية؟ أم أننا نسير مرة أخرى إلى الوراء؟ هذا مفهوم الربيع العربي استلاح استخدم عام 68 ببان ما سميه بانتفاضة في تشيك والغرب قام بتسمية هذه الانتفاضة بالربيع تشيك ونحن اليوم نردد هذا الاستلاح كالبغبغاء ففي الواقع لا يوجد ربيع عربي وجد هبات جماهيرية انتفاضات جماهيرية على أكثر من مستوى لأسباب عديدة موضوعية وذاتية في الواقع العربي بفعل القهر والظلم بفعل الفساد بفعل مجموعة من الأسباب لا داعي الآن لأنتحدث عنها طيب اسمح لي سيد العنف سميناها ثورات اسمح لي سيد العنف نروح أنا محتاج هروح على القضية الفلسطينية لا يعني هرجع لحضرتك تاني بس أنا محتاج أروح لتونس للسيد محمد الفراتي رئيس تحرير جريدة الفجر التونسية سيد محمد يعني بدأت الهبات الشعبية بتونس الثورات العربية بدأت بتونس يعني برضو اي ان كان المصطلح اللي هنستخدمه هل مازالت تونس حاضرة ودعمة للقضية الفلسطينية ولا الأمور تغيرت يعني شفنا بتنطلق من تونس مؤتمر أصدقاء سوريا ما شفناش ده مع العدوان على غزة فضل أولا يجب التأكيد على أن الشعوب العربية من بيدها الشعب التونسي يضع فلسطين في القلب ولكن الشعوب مغلوبة على أمرها أعلق على قول بعض الزملاء والمشاركين معكم في هذا البرنامج بالحديث عن الربيع العربي فعلا هو انطلق ربيعا عربيا ولكن هناك نوع من المؤامرة العالمية الداخلية على هذا الربيع العربي عندما نرى الدول التي حدث فيها الربيع العربي تحدث فيها انقلابات وتحدث فيها فتنة وصراعات وفتن وحروب هذا كله اعتقد انه كان تمهيد للعدوان على غزة وكان تمهيد لدفن القضية الفلسطينية وكان تمهيد لإحداث صدمة عند هذه الشعوب التي وضعت أملا كبيرا على هذه الثورات لكي تخرجها من الاستبداد والتبعية فإذا بها تقع في الحروب والفتن والانقلابات العسكرية فهنا جاء العدوان الإسرائيلي على غزة عندما أصبح ربما الواقع العربي أرضأ من قبل أرضأ من حكومات الاستبداد فهناك في أغلب الأقطار العربية اليوم فتنة داخلية حروب داخلية فجاءت الحرب على غزة وأعتقد أنا وأقول أن المقاومة جاءت لكي تعدل ربما بوصلة الشعوب كلها على القضية الفلسطينية وعلى ربيع نريده أن يكون ربيعا داخليا وربيعا للمقاومة ربيعا لإعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات هذه الأمة طيب سيد سيد محمد يعني نفس النظام التونسي اللي تحرك يعني وده كنت قلت لحضرتك في مقدمة سؤالي نفس النظام التونسي اللي تحرك وعمل مؤتمر أو دعا لمؤتمر أصدقاء سوريا في تونس لماذا لم تحرك نفس النظام لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف ضد العدوان الإرهابي الإسرائيلي على الغز لا هو التحرك موجود ولكن ليس بالضرورة أن يكون على نفس الشاكل يعني مؤتمر أو شيء من هذا القبيل فأنت تعرف أنه على مستوى الحكومة مثلا أصدرت بيانات وعبرت عن موقفها على المستوى الشعبي خرجت مسيرات في جميع جهات تونس وكل الأحزاب والمنظمات أصدرت بيانات مساندة وللمقاومة بدون استثناء تقريبا الرئيس المرزوقي كان أجر اتصالات كثيرة مع دول صديقة لتونس حول إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة كما وقع الدعوة إلى الضغط والتبرع وإرسال المساعدات إلى غزة كل هذا هو المقدور عليه إلى حد الآن وأنت تعرف الظرف الذي تعيشه تونس والانتقال الديمقراطي يعني الذي تعيشه والذي فيه الكثير من الصعوبات في الحقيقة ولكن تأكد من أن النظام في تونس والشعب التونسي كله مع غزة ومع فلسطين وليس هناك أي تقصير ربما إلا بسبب الظروف المحلية تمام في جريدة الشعب مقال للدكتور مصطفى عطية تحت عنوان هل ماتت قضية فلسطين عند المثقفين نشاهد أبرز ما ذكر فيه كانت فلسطين قضية العرب الأولى الكل يتغنى بها ويعدها خطا أحمر لا مجال لتجاوزه أو تجاهله يبدو أن الأمر ساعتها كان غلاء للإستهلاك المحلي دون فعل شيء فالوقت الذي تاجرت فيه أنظمة عديدة بقضية فلسطين وتجاذبت فصائلها المنشقة والموالية وارتضى القادة الفلسطينيون أنفسهم ذلك ما دامت القضية دجاجة الذهب التي تملأ حساباتهم البنكية وتحقق ظهورهم الإعلامي وسفرياتهم المستمرة بل ووصل الأمر بهم إلى الانغماس في صراعات الأنظمة وترديد شعاراتها الفاقدة الأرضية هكذا وبمرور الأعوام لم يفعل هؤلاء المتشدقون شيئا وانغمسوا راضين بالمسار الذي حددته القوى العالمية واليهود من خلفهم مفاوضات واتفاقيات أسلو وما بعدها خير مثال سنة تل وسنة إلى الحالة التي نراه فيها اليوم من القاهرة الدكتور محمد العدل دكتور محمد يعني شفنا في 25 يناير وما تلاها في العديد من التظاهرات اللي كانت متعلقة بالأساس بالشأن المصري هتفت لفلسطين وهتفت بالذهاب إلى فلسطين والقدس الآن مظاهرات في كل أنحاء العالم تقريبا ولكن القاهرة ساكنة فضل أولا مساء الخير ومساء الخير على كل اللي معاك وثانيا أنا رجل كل اللي معاك سياسي أنا مش سياسي أنا رجل أعتبرني مصري عربي فقط يعني أنا بعتقد أن تم تشويه القضية الفلسطينية أو اختصار فلسطين في غزة واختصار غزة في حماس على فترات طويلة أنا بعتقد أنها من أيام أنور السادات من أيام كامبيديفيد من أيام منظمة تحليل الفلسطينية ما يردتش تقعد في اتفاقية كامبيديفيد أنا بعتقد أن هذا تم على مدى 30 سنة أو قريب من 40 سنة ونحن بنعمل تراكمات ضد القضية الفلسطينية وبالتالي اختلافنا مع حماس أو حماس باعتبارها كانت جزء من رعاة ما كان يعدوا سنة من الأخوان الناس اختصرت فلسطين كلها في حماس المصريين بشكل خاص أنا مش ضد يعني وين كنت اختلف قد اختلف مع حماس في توجهات الفكرية لكن أنا مع أي سلاح مقاوم ضد اسرائيل وبشوف ان احنا المنتشدق بفكرة على قدس راحين بالملئين وما شابه دول كانت جماعات الاخوان المسلمين وكان نوع من أنواع يعني يعني نقدر نقول ما شو فيه عندي حضرتك مش سمعنا كويس ولا سمعنا كويس نوع من أنواع أنا مش سمعني كويس دكتور محمد نقدر نوع من أنواع التجارة بالقضايا الفلسطينية لكن أنا بعتقد أن القضايا الفلسطينية موجودة عند كل الشعب المصري حتى وإن كان بعض الناس بيقولوا إحنا ما نجعوا بالخضايا الفلسطينية ما نجعوا بالفلسطينيين ما نجعوا كل الكلام ده لكن في الآخر مع أول رصاصة مقاومة ضد إسرائيل الشعب المصري كله معاه القتلى الإسرائيليين برغم كل الأشياء الشعب المصري كله معاه بغض النظر عن موقف النظام وشكله أنا أعتقد أننا في الأول والآخر أي سلاح مقاومة لإسرائيل الناس ستبقى معاه لكن طبعا بيتم التشويه أنا مش هنكر أنه بيتم التشويه الجانب الفلسطيني داخل جمهورة المصري أنا هرجع لحضرتك تاني بس محتاج أروح لتونس أستاذ محمد يعني حماس وتبعياتها الجماعة الإخوان المسلمين والموقف في مصر وتدخلها في الشهر المصري على حسب ما ذكر الدكتور محمد العدل وعلى حسب ما بيتم تدوله في كتير من وسائل الإعلام المصرية كمان حركة النهضة وجماعة الإخوان المسلمين بين قوسين والشعارات الطويلة التي كانت تتقال ما قبل الثورات العربية الناس تشوف دلوقتي أنه في تغليب بعض الشيء لمصالح التنظيم على مصلحة القضية الفلسطينية نعم أولا أنا أعبر عن تعاطفي مع الأخ المصري الذي قال أنه ليس سياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 دكتورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذا الاتجاه مش معنى ان هم بيتمسكوا بالتناقض السانوي انهم خوانوا او خانين للقضية الفلسطينية ولكن معنى كده ان تم تغيبهم على مدى سنوات عشان يبقى ان هذا التناقض السانوي ده بالنسبة لهم هو التناقض الرئيسي مش قادرين يشوفوا التناقض الرئيسي او تنسوه اه دكتور محمد اسمحي انا اسمحي انا اسمحي حضرتك تكمل بس انا هنط على محور كده احنا هنجيله بعد شوية طيب كتير من الاعلاميين ومن النخبة المصرية بيتقول كلام يعني ما كانش مقبول ان حد يسمعه من سنتين ثلاثة فاته ومش عايز اكرر كلامة قال انه احنا فعلا هنيجي للمحور ده في الاخر بس هل دول عامة كمان يعني هل الاعلاميين والنخبة بنقدر نحسبهم على عامة الشعب تفضل لا ما بحسبهمش على عامة الشعب لكن انا مقدرش اقول ان عامة الشعب انا هكلم عن الشعب المصري اللي فيه كم من الاممية عالي جدا فيه كم من الضغط الاقتصادي عليه في الاخر بيقودوا قوافل اعلامية بتقدر توديه من وش مال انا النهار ده لما لاقي ناس حتى من النخبة يعني ايه بتقايد وبتشجع فكرة ان السحب السلاح او اسقاط سلاح المقاومة انا مش لا اتخيل انا اسف عفوا لا اتخيل ان فيه حد ممكن يوافق او يتضمن كلامه ان السحب السلاح من المقاومة المقاومة الفلسطينية اذا كانوا شايفين النهار ده انا سمع احد المحللين للاسف بيقول ان ده موضوع ما فيهوش وصال عليهم انهم يسحبوا السلاح لانهم مش قد اسرائيل لو كانوا مش قد اسرائيل فيتنام ما كانتش قد امريكا اللي حصل في جنوب افريقيا المقاومة ما كانتش قد النظام اللي موجود هناك مفيش حد بيعمل كده مفيش حد بيقول الكلام ده احنا النهار ده علينا ان النخب الدكتورة نفت ان يكون هناك نخب على النخب دي انها تقول تقوم بدورها مع مع الناس العادية لكن انا بعتقد ان الاعلام عندنا بيغيب الناس وبقول برضو حرجع تاني واقول ان هؤلاء البشر العاديين ليسوا خونا للقضية الفلسطينية وتستطيع ان ترى فرحتهم مع اول مقاومة حصلت اول جندي اسرائيلي اتقتل او في المعركة دي تشوف رد فعل الناس العادية جدا لكن احنا عندنا طبعا اعلام بيغيب هل الاعلام ده هل الاعلام ده قدر يسيطر على الناس دكتور محمد لدرجة انه مفيش هل الاعلام ده بيقدر يسيطر على الناس لدرجة انه مفيش مزهرة بالالاف خرجت فيه شوارع القاهرة دعما للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الاسرائيلي شوف احنا عندنا ظرف خاص اوي يا خلد احنا عندنا ظرف انه عندنا مزهرات بتتم من قبل اخوان المسلمين فيها نوع من انواع العنف والناس عندها قلق من فكرة انها تتحرك في مزهرة فيدخل فيها مجموعات ارهابية فيحصل فيها شيء يضر بالوطن في الاخر انت محكوم بظرف اجتماعي وظرف اقتصادي محدد النهارده ما تقدرش انا يعني انا حولها لك انا كنت اتمنى ان احنا نعمل مزهرات ان احنا نقدر نعمل مسيرات لكن ورغم ان احنا بنحاول نرتب حاجة بالشكل ده لكن عندنا التخوف بتاع دخول جماعات الاسلام السياسي وقلبها في اتجاه احنا مش عايزينه لكن انا بقولك ان هناك مجموعات كتيرة من الناس شايفة ان اللي بيحصل ده خطأ وليس التعبير الوحيد هو المسيرات طيب اسمح لي روح وديوفي اسمحولي كمان روح للسيد عارف سليمان اسمع منه يعني هل ده تقدر تعتبره تبرير مقبول سيد عارف لا هو واضح انه احنا امام ازمة مثقفين وازمة نخب وازمة ثقافة بشكل عام نحن لا نستطيع ان نلوم اي شعب عربي في هذا التقصير اليوم الشعوب العربية ما زالت تحمل في وجدانها القضية الفلسطينية لا احد يشك في ذلك ولكن مجموع النخب السياسي في الواقع العربي هي التي تحرد بالاتجاه العكسي هي التي للأسف تحاول ان تعزل حركة الشعب عن حركة المقاومة الفلسطينية او عن القضية الوطنية الفلسطينية نحن اليوم نواجه نخب قاسرة وعاجزة واحيانا بصراحة متآمرة في اكثر من موقع عربي في اكثر من بلد عربي نحن يجب ان نشخص لماذا حالة المثقفين والنخب السياسية بهذا القدر لانها ارتبطت بالدولة الكمبرادورية التي اعلت مصالحها على مصالح الوطن هي في وقت ما قد تصل ايضا في الموقف من بلدها وليس من القضية الفلسطينية بهذا الموقف المتخازر او المتآمر او الصامت او العاجز لانها مرتبطة بمصالح الدولة الكمبرادورية التي ايضا مرتبطة بمصالح اخرى في الغرب والمؤسسات الدولية والرأسمال العالمي نحن علينا ان نعي جيدا حالة النخب هذه السياسية اليوم الحراك الشعبي الذي حصل في الواقع العربي هو حراك بدون نخب وتم استلاب الحراك الشعبي لمصار آخر ركبوا عدد من المتآمرين عدد من الوصوليين من الانتهازيين اريد ان اسألكم اليوم اين هم قادة الثورات العربية اليوم على سبيل المثال في كل البلدان العربية ركبة الثورات العربية جهتين المؤامرة من جهة وهذه متعددة الاطراف وايضا حركة اخوان المسلمين باعتبارها التنظيم الاكتر تنظيما في الواقع العربي وحتى الدولي ركبوا الحراك الشعبي وبالتالي افشلوا الثورات ولم يصلوا الى غاياتها المنشودة بالرغم اننا كنا نحمل امال كبيرة جدا باتجاه قضية فلسطين انهم سيصححوا المعادلة سيصحح المسار للأسف لم يصحح المسار ولم تصحح المعادلة اليوم نحن امام عجز فاضح حينما يقتل الشعب الفلسطيني ويذبح على مرأة من كل العالم لا نرى هذه النخب اين فاعليتها على اكثر من سعيد اعلاميا للأسف بعض النخب تهاجم المقاومة الفلسطينية بل تؤيد العدو الاسرائيلي نحن اليوم معنيين ان نقول كلمة حق حق هذا الشعب هذا الشعب الذي يكابد ويعاني ويقدم التضحيات تلو التضحيات نحن بامسل حاجة اليوم لصوت مؤيد لا نريد ان يقاتلوا معنا نريد فقط ان يقولوا لنا يعطيكم العافية بهذه الطريقة نحن ناخد جرعة معنويات في المواجهة مع العدو الصهيوني جرعة حماس جرعة مقاومة بدون ذلك لا نستطيع ان نقاتل لوحدنا ومع ذلك قاتلنا لوحدنا وما زلنا نسمد ونحق انتصارات على اكثر من صعيد عظيم نرجو ان نتحرك نعم يعني محتاج محتاج اروح لتونس للسيد محمد الفراتي سيد محمد يعني من حديث عدد من ضيوفنا المؤامرة وجماعة الاخوان المسلمين اللي ركبوا على الثورات العربية على حسب ضيوفنا سبب فيما وصلت اليه الثورات او الثورات العربية وبالتالي سبب او فيما وصلت الى القضايا الفلسطينية تعليق حضرتك انا اولا خايف البرنامج يتحول من الحديث عن المقاومة الى الحديث عن الاخوان والربيع العربي وهذا في الحقيقة ربما فخ لا يجب ان نقع فيه لان اليوم هو عرس المقاومة ويجب ان نقف جميعا معها اثنين يا رجل اسمعوني جيدا هل الفائز في انتخابات ديمقراطية وشفافة بعد ثورة شعبية يعتبر راكب على ثورة يعني هذه المغالطات تدل على ازمة النخبة ازمة النخبة التي تجعل وعي الجبهة الشعبية في فلسطين الجبهة اليسرية مختلف عن وعي يسري واليبرالي هذه الامة ولو قارنت بين وعي الجبهة الشعبية اليسرية ومثيلاتها في مصر وفي تونس لعرفت ان هذه النخبة في ازمة نحن جميعا يجب ان نكون يد واحدة نحن نقاتل من اجل الديمقراطية من اجل التنمية من اجل تحريف فلسطين من اجل اخراج الاستعمار اللي هي سيد محمد سيد محمد اسمعني انا سيبك تكمل يعني عايز اسألك سؤال واحد فكرة فكرة عشان ما اضيع عشبك مدام الحقد الاعمى على طرف سياسي موجود بيننا يجعلنا نرى حماس ارهابية كما سمعنا في بعض الاعلام المصري ويجب ان نحاكم قدتها بتهمة الارهاب فهذا الحقد الاعمى هو الذي جعل الاستعمار يعاشش بيننا هذا الحقد الذي يجعل العدو اقرب من ابن الوطن سيد محمد لا عليش اسمحني سيد محمد لو سمحت لو سمحت اسمح لي فقط هو الحقد اللي بيدفع النخب العربية وكتير من الشعوب العربية الى اتهام جماعة الاخوان المسلمين بالخطيئة في حق الثورات العربية فقط هو الحقد ليست اخطاء جماعة الاخوان المسلمين الاخطاء تكون موجودة يا اخي اليساريين والليبرالين اخطأوا في حقنا خمسين وستين سنة خمسين وستين سنة وهم يذبحوننا بالعسكر وبالشعرات المسألة ليست هنا المسألة اما ان نختار الديمقراطية او نختار الاستبداد هذا المفهوم الاول المفهوم الثاني المقاومة يجب ان تكون موحدة ويجب ان يكون موحدين ضمنها اليوم ما يحدث في مصر هو خسارة الامة ولن تتحرر هذه الامة مدام هناك انقسام في مصر يجب ان تكون هناك مصالحة في مصر حتى تعود البوصلة الى وضعها الطبيعي المصر هي الحراك الشعبي هي الثقل امتاع الامة العربية والاسلامية اليوم كما ترى الاخ العدل يبرر انه ليس هناك مصيرات لانه هناك مشكلة يا اخي يحلونا هالمشكلة خلينا نعدل البوصلة اعملوا مصالحة بين ابناء الوطن الوحد سيد محمد محتاج دكتورة ليلة لانه كان في حاجة لازم اخدها بس مش هينفع اعديها من غير مسألة لحدك سؤال ربما البعض يشوف انه برا الموضوع بس انا شايف في قلب الموضوع هي كانت ازمة الازمة اللي حصلت مالهاش علاقة باخطاء جماعة الاخوان المسلمين واختزال الديمقراطية فيما يسمى بالسندقراطية يعني او السندوق ولا فعلا فيه تجني من بعض النخب العربية والشعوب العربية كمان على جماعة الاخوان المسلمين وفقط هو الحقد تصدل لا هو ليس فقط الحقد يعني انا كمراقب موضوعي بالنسبة لكل ما يقال الديمقراطية ليست فقط انتخابات ولكن انا افهم ما يقوله الاخوان المسلمين لان هذا هو فكر حسن البنة حسن البنة يؤمن بالانتخابات ولكن لا يؤمن بالتعددية حسن البنة يقول ان التعددية هي خراب المجتمع المصري فلما عندما حكم الاخوان المسلمون حكموا بهذا المنطق نصل بالانتخابات او كما قال اردوغان الانتخابات او الديمقراطية هي باس او حافلة نستعملها للوصول إلى السلطة ثم نترجل منها لو حبيتها ربط ده بالمقاومة يعني المقاومة أخطأت حماس أخطأت لا نريد أن نقول المقاومة الفلسطينية بشكل عام حماس أخطأت عندما دخلت بمشروع أممي أكبر من فلسطين ونسيت القضية الفلسطينية أخطأت عندما حولت المخيمات في سوريا إلى بؤر تتعاشعش فيها جبهة النصرة أخطأت عندما أضرت بالشعب المصري يعني الشعب المصري لا يستحق من حماس أو من أي فصيل فلسطيني ولا حتى الشعب اللبناني يستحق ولكن أنا أريد أن أقول إذا كان الشعب المصري لم ينزل بمظاهرات لكي لا تركبه الإخوان المسلمون ويرفعوا شعار رابعة ويقولون أنه يحولونه إلى كأنه استفتاء ضد ما يسمونه الانقلاب أنا أقول أن المقاومة لا تكون فقط بالمظاهرات يعني نحن نقاوم أما بالسلاح أما بقبضة اليد أما بالكلمة وحتى إذا لم تكن تستطيع أن تقوم بكل هذا ففي الأمور القلبية تستطيع أن ترفض بقلبك وأنا أعرف أن الشعب المصري يرفض بقلبه ولكنه لا يستطيع أن ينزل إلى الشارع فيعطي فرصة للإخوان المسلمين لكي يظهروا أنهم هم الأكثرية في الشارع المصري وأن الحكم هو مظبوط القلاب عظيم عظيم في صحيفة التقرير مقال للكاتب عبدالخالق المرزوقي تحت عنوان فلسطين بين القضية وما حول القضية نشاهد أبرز ما ذكر فيه اختلف تناول القضية الفلسطينية خلال الربيع العربي في مرحلة المد للربيع العربي رأينا تفاؤلا بوجود دعم قوي وحقيقي للقضية نتيجة لزيادة دور الشعوب العربية في تشكيل القرار السياسي وهي بطبيعتها نؤيدة للقضية من دون تحفظ خاصة أن أغلب الحكومات نتيجة عن الثورات العربية كانت من التيار الإسلامي الذي تقوم بينه وبين حركة حماس حاملة لواء القضية والمتصدر لواجهتها علاقة قوية في المرحلة الثانية من الثورات العربية هي مرحلة الجزر رأينا انقلابا كبيرا وإن ظل الحديث عنه متحفظا سياسيا وإعلاميا إلى حين بدء العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة حيث لم نصبح أمام اتجاهات لتناول حلول للقضية كما كان سابقا بل أصبحنا أمام اتجاهين متميزين جدا يشمل كل منهما أنظمة وسياسيين ومثقفين وإعلاميين أروح لأضفنا في دماشق سيد عارف سليمان أنا عايزة أتكلم عن مستقبل المقاومة في يعني حضرتك يعني مش هنأعتبر نفسنا من كلم حد من بره يعني حد من النخبة العربية في بلدان الثورات العربية أنا حضرتك من قلب المعركة زي ما بيقولوا مستقبل المقاومة في عيون النخبة العربية فضل بدون شك أن المقاومة الفلسطينية أولا سوف تنتصر ستصمد في غزة وستصمد في الدفة وفي كل فلسطين وستفرد انتصارها على الواقع العربي أمام النخب وأمام الشعب العربي نحن نراهن بقدر كبير على الشعوب العربية ونحن نعرف جملة الصعوبات التي تواجهها شعوبنا العربية من أنظمتها ومن بعض نخبها السياسية وأحزابها المستأنسة بهذه الأنظمة لكننا نرى بالنتيجة أن شعوبنا العربية وجدانها ومشاعرها ومواقفها التاريخية هي مع القضية الفلسطينية سوف يتصحح المصار إذا كنا اليوم نرى بعض العقوق من هذا الطرف أو ذلك من هذه النخب أو تلك فنحن نراهن على أن هذه العقوق ليست إلا بأوزان خفيفة جدا جدا في الساحة العربية في كل البلدان العربية وبالتالي مع هذا الصمود الفلسطيني مع هذا الحفاظ على الحق الفلسطيني مع هذا الدم الفلسطيني سوف تتحرك شعوبنا العربية وسوف تزيح هذه النخب أيضا من طريقة وتقول لا يصح إلا الصحيح الحق الفلسطيني مطلوب من كل الجماهير العربية أو النخب العربية أن يرفعوه لواء في وجه الرأي العام العالمي طيب دكتور محمد طيب تفضل 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 سيد عارف وعلى هذا وعلى هذا الأساس يجب أن نعترف بل أن نقول بالملء المليان أن من يعمل اليوم مأثرة في الصمود والانتصار في قطاع غزة اللي مساحتها 365 كيلو متر مربع بينما العدو الإسرائيلي يواجهها ب22 كيلو متر مربع يعني حوالي 80 مرة من مساحة قطاع غزة بمليون و800 ألف فلسطيني في مواجهة 5-6 مليون إسرائيلي هذه المعجزة يجب أن تحرك مشاعر ووجدان الشعب العربي لا يجوز أن نقف عند حدود اللسان والحنجرة ويجب أن يكون هناك فعل سياسي وإعلامي وجماهيري وعلى كل المستويات لنا دور على أكثر من صعيد يجب أن تحاكم إسرائيل في كل العالم وهذا لا يمكن أن يتم إلى زكان الرأي العام العربي والجماهير العربية معنا وتتولى هذه المسئولية بالإضافة إلى مسئولية الشعب الفلسطيني نحن جزء لا يتجزأ من الشعب العربي لا يجوز أن نكون منفردين في المواجهة وفي الصمود وفي الانتصار هذا انتصار للأمة العربية وليس للشعب الفلسطيني هذا انتصار للأمة العربية بمسيحيها بمسلميها بأخوانها بليبراليها بيساريها بكل الأمة العربية فلا يجب أن نقف عند حدود معينة ونقول انتصر الشعب الفلسطيني ولكننا بعد ذلك نواجه الحقيقة المرة أيضا عظيم دكتور محمد العدل يعني بنتكلم عن وعي جمعي للأمة العربية طيب ما حدش يقدر ينكر حالة الانقسام اللي فيها الأمة العربية إزاي يبقى نقدر نشوف مستقبل القضية الفلسطينية في ظل هذا الانقسام العرب طيب أنا أولا بس مش عايز أخد القضية لإخوان وغير الإخوان لكن الديمقراطية إذا أدت بفصيل يقرر أنه هو سيختطف الدولة وعده فما احترام الشديد دي مش ديمقراطية على الإطلاق وهذا ما حدث في مصر بس عشان الأقل في تونس اللي بيقول أن الإخوان جنب أحسن وسيلة إحنا ما قلناش أنه في تزوير ما قلناش أنه مجوش بانتخابات لكن قرروا اختطاف الدولة وما كناش عن سمع هدي واحد معلش يا دكتور محمد عشان ما نستغرقش في محليتنا لأنه ده برضو أنا بس عبيت أحط بن قسين فضل إدانة العالم ده أمريكا في بعض الحنب تودين لكن أمريكا عاملة زي المسأل المصري اللي بيقولها ده على يبني وقرأ اللي يقول أمين ما حدش يجي نحية إسرائيل وأنا شايف أن العالم كله بيودين النهاردة ما يحدث في إسرائيل يعني في ما يحدث على أرض فلسطين شيء الواحد مش قادر يوصفه ومش قادر يتكلم عنه ومش قادر يقول أكتر من أن هذا الشعب المقاومة العظيم اللي موجود بالمقاومة اللي موجودة أي خسارة بتتكبدها إسرائيل هو انتصار للقضية الفلسطينية على بعضها نحن مع كل شكل مقاوم حتى زي ما قلت في الأول حتى لو كنا مختلفين مع حماس فكريا ومع مواقفها اللي خدتها من مصر ومن سوريا طوال الفترة اللي فاتت لكن النهاردة حماس سلاح مقاوم فاحنا هنوقف معها في اتجاه السلاح المقاوم احنا مع أي مقاومة ومع أي شيء يدعم القضية الفلسطينية اذا كان الظرف خاص في مصر مش قادر يخلينا نعمل كده لكن احنا بنكتب وبنتكلم في برامج وبنقول لكن على الناس انتاعي ان المصريين كلها بالحس وبالفترة مع القضية الفلسطينية طولا وعرضا ومع كل سلاح مقاوم حتى لو كانوا هما ضد حماس بشكل العلني لكن مع اول تفوق لحماس حتى لو انكروا انه بتاع حماس حتى لو قالوا ان ده جابها الشعبية حتى لو قالوا بس في الاخر مع المقاومة الفلسطينية ايا كان شكلها برغم تحفظنا على حماس وما فعلاته في الثلاث سنين اللي فاتوا طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل الحلقة مع ضيوف نروح لفاصل تفضل اشتركوا في القناة 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 برحب بحضراتكم من جديد وبرحب بضيوفنا دكتورة ليلى الاي مدى في ظل وجود انظمة سياسية غير مستقرة ممكن الناس تقدر تهتم بقضايا اخرى حسب درجة عدم الاستقرار يعني اذا بدنا ننظر الى العالم العربي اللي مرأ بمرحلة انتقال يعني انا مثلا لا الوم الشعب السوري على سبيل المثال او الشعب العراقي بانه لم يهتم بفلسطين او لم ينزل مظاهرات من اجل فلسطين لانه يعاني من قطل ودماء ومعركة وجودية على ارضه ولكن تونس بطبيعة الحال وخاصة انها هي الثورة التي تعتبر انجح ثورة في هذه الثورات وهي يعني نوعا ما هي مستقرة اكثر من بقية الدول العربية تونس هنا في هذا المجال او الشعب التونسي يعني يجب ان يهتم بالقضية الفلسطينية لانها قضية العالم العربي قضية الكرام العربية فليس لديه هذا الهم الوجودي الكبير الذي يمنعه من ان يتضامن مع فلسطين او المجزرة او الابادة التي تحصل في غزة اليوم ولكن يعني مثل ما قلنا انه حسب هل يتعرض للشعب لابادة ام مجرد عدم استقرار سياسي واقتصادي هنا تفرق بالقضايا الكبرى التي يتعامل معها طب نسأل سيد محمد الفراتي سيد محمد تونس يمكن اكتر البلدان اللي امد فيها ثورات اكتر البلدان العربية اللي امد فيها ثورات استقرارا ليه البعض بيشعر وكأنه الدور التونسي ودور الشعب التونسي في دعم المقاومة الفلسطينية مش بالقدر الكافي لا اعرف من اين تحكم على دعم الشعب التونسي بانه ليس كافيا فحسب علمي هناك مسيرات خرجت هناك تنديد كبير من مختلف مجتمع المدني هناك حملات شعبية الآن في عدد من الجهات لجمع الدواء ولجمع المال لدعم غزة ولعادة الاعمار بعد ذلك ماذا يمكن أن يقدم شعب تونس في ظل هذه الظروف أكثر من هذا سيد محمد أنا نزفت هذلك بترد على الدكتور اللي أنتم قمتم بمؤتمرات لدعم الشعب السوري وصدرتم المجاهدين للمقاتلة ضد الرئيس بشار الأسد لماذا لا تقومون بمؤتمرات دولية وتصدرون المجاهدين لمقاتلة اسرائيل ولدعم المقاومة الفلسطينية أنت تتحدثين على تونس وكأنها سلة واحدة يعني لا أريد أن ندخل في جدل ثنائي تونس تونس دعمت كل القضايا العادلة في محيطها كشعب وكدولة ولا يجب أن نقول أن تونس دعمت هذا ودعمت ذاك لأنه ما حصل في بعض ما حصل في بعض القضايا كان كان باشتغال لجهات ليس هذا المكان للحديث فيها أنا أقول أن الشعب التونسي اليوم يقف صفا واحدا وكما اعتدنا في كل مراحل الصراع مع العدو الصهيون يقف مع المقاومة ويقف مع غزة مهما كانت الفصائل التي تقاوم والتي تدك العدو لا يجب أن نتحدث عن الفرقة والتشتت الآن والأفكار التي تقسي هذا وذاك فهذا يلقي التهم على دولة وآخر يلقي التهم السياسي في الوقت الذي يجب فيه أن نتوحد هذا ما تريده إسرائيل تريده منها أن تبادل التهم في الوقت الذي المقاومة يكون فيه بواجب مقدس في الأرض هل التوحد يأتي بمجرد أننا أمنيات التوحد أو من موقعك كقيادة في حركة النهضة في تونس إيه المفترض تعمله السلطة في تونس وحركة النهضة ليه المفترض أغلبية المجلس التأسيسي ودكتورة ليلة بتقول لحضرتك أنه ليه ما تحركتوش زي ما تحركتو لدعم الثورة السورية أو ما يسمى بالثورة السورية على حسب موقفكو تفضل زميل زميل العزيز أنا إعلامي وحد هالك من الآخر يعني ما هي الطيارات الأمة الرئيسية لنكون أرقى في هذا الحوار ما هي الطيارات الأمة الرئيسية الموجودة الآن ومنذ تاريخ طويل هي إسلاميون يساريون قوميون وليبراليون مدام هناك طرف في هذه الأمة يقسي الآخر فستظل إسرائيل بينكم وبيننا مدام هناك إقصاء مدام هناك منطق الأزمة يشق هذه النخبة المتأزمة فستظل إسرائيل بيننا الطرف الوحيد الذي فاهم اللعبة وقاتل فيه الإسلام إلى جنب اليساري قاتلت فيه حماس إلى جنب الجبهة الشعبية هي فلسطين هي المقاومة الفلسطينية الأمة العربية ما زالت تعيش أزمة ما زالت تبحث عن نفسها النخب ليس لها دور ولذلك فشلت الثورات العربية أو هي تتعرض الآن إلى نكسها الشعوب هي التي قامت بهذه الثورات والشعوب هي التي تقاوم ولكن النخبة تعيش أزمة كبيرة وأزمة عميقة عظيم ده بحورنا الأخير لكن قبل أن ننتقل إلى هذا المحور الأخير دعونا نرح نرح مقتطف من مؤبلة أو لقاء الإعلامي توفيع كاشا أرد فيه رأي عن اللي بيحصل في غزة خلينا نشوف وننطلق من هنا لمحورنا الأخير تفضل والدماء التي تسيل على أرض غزة من المتسبب فيه هل إسرائيل هي التي قامت بإطلاق النيران أم أن عموم الذين قاموا بخطف ثلاثة من الإسرائيليين في عملية استفزازية الهدف منها أن تستفز إسرائيل لضرب الآمنين وضرب المسالمين وضرب المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني من الذي بدأ إنما إيه للرئيس عفتاح السيسي بيأمله ده طال بعتلي ستين عربية إسعاف إحنا ضد هذا الأمر طيب قبل برضو ما نروح لمحورنا الأخير هنشوف كمان مقطع من مقابلة مع الكاتبة والأديبة المصرية لميس جابر بتقول رأيها في اللي بيحصل في غزة هو أنا تخش حماس عندي تعبس وقول لا القضية الفلسطينية لا أنا بيع القضية الفلسطينية إذا كان أهلا أبعوها أنا غير مؤمنة تماما بإن في حاجة اسمها القضية الفلسطينية خلصت يا أستاذ شغل اليهود عملوا شيء اسمه حماس للقضاء على ما تبقى من أرض فلسطين هذه المؤسسة لم تقتل يهودي حركة حماس دي اللي هي عاملة رأسها برأس مصر دكتور محمد العدل يعني لحد وقت قريب كنا بنقرأ في الجرائد وبنشوف في بعض البرامج ناس بتروج للتطبيع ناس بتروج لما يسمى بالسلام مع الكيان الصهيوني وكان بيطلع ناس كتير ترد يعني طول الوقت بس دلوقت المسألة تجاوزت الترويج لما يسمى بالتطبيع أو السلام مع الكيان الصهيوني المسألة تجاوزت إلى حد التحريض على الشعب الفلسطيني الدور اللي ممكن تلعبه النخبة المصرية الدعمة للقضية الفلسطينية واللي كانت طول الوقت دعمة لها حتى في ظل سلطة وقعت كامب ديفيد مثلا أو أبقت عليها فيما بعد ذلك أثناء حكم مبارك ايه الدور اللي ممكن تلعبه النخبة الدعمة للقضية الفلسطينية في مصر تفضل يعني نجيت للحق أنا بس عندي تحفظ أنك تجيب المسألين دول كناس من المثقفين المصريين أو العالمين المصريين لأن أنا وجهة نظري أنهم لا يمثلوا إلا أنفسهم ولا يمثلوا حتى طيار ده مجرد نوع من الأشياء اللي بتتعمل ترويج إعلامي لشخصيات ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد لا بالقضية الفلسطينية ولا بفهم القضية الفلسطينية ولا بفهم اللي هو بيروج للجملة اللي تقال توليك وعشان كده أنا بدأت الكلام وقلت لك ده من أيام تفاهي كان بديفيد فكرة أننا كنا بنحارب بدل فلسطين فكرة أننا جنودنا ماتوا عشان فلسطين نعلم ونعي جيدا أن فلسطين قضية أمن قوم مصري ونحاربناش بدل عن حد إحنا كنا بنحارب عشان نعلم لكن النهاردة أنت بتجيب بثنين إعلاميين أنا لا أرى فيهم أي نوع من أنواع الإعلام ولا إعلاميين ولا يستحقوا أنهم يظهروا على أي شاشة سوى الشاشة اللي جابتهم أصلا لكن أنا بعتقد أن المازال النخب الموجودة والمثقفين الموجودين يؤمنوا بأن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قوم مصري وده اللي هما بتحركوا على أساس وقد تكون الحركة ضعيفة نظرا للظرف اللي موجود لكن ما زالوا الناس موجودين لكن هتحفز على الناس اللي جبتهم بس بس يا دكتور محمد اسمحلي يا دكتور محمد بعليش الأخ اللي من تونس القضية الأساسية قضية الإقصاء يا أستاذ من أقصى الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين نفسه مش حد تاني هما اللي أقصوا نفسهم النهاردة إذا كان فيه ناس ضد حماس في الشعب المصري اللي عمل كده فيهم حماس نفسها يا دكتور محمد اسمحلي اللي دخل أيو اسمحلي معيش أنا مش عايز يعني نضيع الوقت اللي باقي من الحلقة اللي هو بقى قليل جدا في الحديث عن الإخوان وعن فكرة الإقصاء أنا محتاج أعرف من حضرتك إيه الدور اللي ممكن تلعبوا النخبة المصرية في الرد على اللي بيتقال ده أنا طبعا متفاهم كلام حضرتك إنه ما بيمثلوش الإعلاميين ولا بيمثلوا النخبة المصرية بس خلينا نبقى متفقين إنه بيمثلوا رأي وموجود فيه الشرع المصري دلوقت فضل هم يواجهوا رأي في الشرع المصري مش بيمثلوا رأي هم بيشكلوا رأي يخلي الرأي يمشوا عراق لكن أقدر أقول بشكل كامل أن الإعلام فتح لهم باب إن أي ضغط على فكرة المقومة الفلسطينية وشكلها ده بيشكل ضغط على الإعلام إنه يمشي في هذا الاتجاه إحنا في الآخر أنا بعتقد أعتقد الشخصي إن التنظيمات السياسية اللي موجودة في الشرع ده قدراتها ومش هتقدر تعمل حاجة من خلال الإعلام لأن الإعلام تقريباً النهاردة بقى مقفولة على مجموعة إلا إذا الدولة من فوق شافوا إن اتجاه رايح في اتجاه المقاومة الفلسطينية أو ما يحدث هتلاقي كل الإعلام درع في هذا الاتجاه الإعلام عندنا النهاردة بس برضو دكتور محمد أنا محتاج أنقل بس قبل أنقل كنا بنشوف في السنوات يعني من 3-4 سنين وما سبقها كنا بنشوف مؤتمرات حاشدة لدعم القاومة الفلسطينية كنا بنشوف نقابة الصحفيين طول الوقت بتنظم مؤتمرات وبتنظم فيها النقبة المصرية فعليات داعمة للقاومة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية ليه ما بقناش نشوف ذا دلوقت فيه فعليات ما فيه فعليات حصلت يعني فيه فعليات حصلت وفيه ناس لموا أدوية وتحركوا بمسارات وإوتوبيسات وفيه ناس قريدي راحت لغاية هناك وفيه مؤتمرات حصلت الطيارة الشعبي فيه بس ما لهاش التغطية الإعلامية الضخمة اللي كانت بتبقى موجودة وما نقدرش ننكر إن الشعب المصري خلال 3-4 سنين اللي فاتوا تعب أو جد كان مستني نتيجة وما جاتلوش فده بيعمله شيء من أنواع الأحباط ما نقدرش ننكر الكلام ده إنه داخل الظرف العام فيه أحباط عند الناس وبالتالي ما تقدرش يسيب حالته الاقتصادية ويسيب كل اللي موجود ويفكر هنا أنا أتمنى طبعا أن تنحصل يعني تبقى القضية الأساسية النهاردة لدى الناس كلها هي قضية الشعب القضية الفلسطينية لكن فيه ضغط اقتصادي عظيم فيه ضغط سياسي فيه فيه كل الكلام وصل الدكتور محمد سيد عارف سليمان دلوقتي بقى أننا نسمع مصطلحات جديدة يعني نسمع الاقتتال وقف الاقتتال بين الطرفين وقف نزيف الدم بقى أن نسمع مصطلحات من هذا النوع في وسائل الإعلام يعني العربية بشكل عام إيه دول اللي ممكن تلعبوا النقبة العربية فيه ضبط مصطلحات الخاصة بالقضية الفلسطينية وأعادتها من جديد يعني بأننا نسمع قليل جدا دلوقتي حد يقول الكيان السهيوني دلوقتي يعني إيه دور اللي ممكن تلعبوا النقبة العربية فيه استعادة المصطلحات المنضبطة تجاه القضية الفلسطينية عليها مسؤوليات كبيرة النقبة العربية مسؤوليات باتجاه تصحيح تصحيح المسار في الوعي الوطني العربي تجاه الحق الفلسطيني اليوم النقبة العربية السياسية والفكرية والإعلامية معنية بخلق وعي ملازم للقضية الوطنية الفلسطينية باعتبارها قضية عربية وليست قضية فلسطينية خالصة كما قال الأخ من مصر بأنه فلسطين قضية أمن قومي لمصر صحيح قضية أمن قومي لكل الدول العربية وليس لمصر فلذلك نحن معنيين بخلق وعي مقاوم بخلق وعي وثقافة جديدة وتجديد هذا الوعي التاريخي اللي كان سابقا يقول أن قضية فلسطين هي قضية مركزية عظيم اليوم أنا بحاجة إلى معلش أنا بحاجة اليوم لكل المثقفين أن يقول أن قضية فلسطين هي قضية مركزية وصلت وصلت وليس قضية ثانوية ولها أولوية سيد عارف معلش اسمح الوقت للأسف يعني تقريبا انتهى قبل ما انتهى الوقت محتاجة أسمع من الدكتورة ليلى كلمة أخيرة دور النخبة العربية في ضبط المصطلحات يعني واستعادة المصطلحات المنضبطة تجاه القضية الفلسطينية تفضل بداية على النخبة العربي وخاصة المثقفة والإعلاميين الذين يوجهون رأي عام ويكونون رأي عام يعني عربي وعالمي أول شي حق الدفاع عن النفس هو حق مشروع لكل الشعوب والأمم علينا إعادة التركيز إلى حق الدفاع عن النفس وليس الفلسطيني هو المعتدي على إسرائيل ثانيا حق المقاومة هو حق مقدس كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية فعلينا إعادة الاعتبار لحق المقاومة للشعب الفلسطيني ولا نتهمه بأنه هو أيضا أنه خطف أو اعتدى على إسرائيل ثم نزع سلاح المقاومة نحن كمان بلبنين سمعنا كثير عن نزع سلاح المقاومة نحن الآن ندرك أهمية سلاح المقاومة إن لم تمتلك قوة في العلاقات الدولية فأنت تصحق الضعيف يصحق ولا يستطيع أن نفعل أي شيء بدون امتلاك القوة الحق بدون قوة لا قيمة له عزي ثم ولكن فقط أريد أن أقول شغلة أنه المظلومية الفلسطينية المؤصف أن النخب اليهودية فلنقرأ للنخب اليهودية التي تكتب في الاندبندنت تكتب في هارات تكتب في كل الصحف الأمريكي تقول ليس باسمي تقومون بهذه المجازر وأنا قرأت اليوم في الاندبندنت تقول يعني كاتبة تقول أتمنى أن أحرق باسبوري الإسرائيلي فلنتعلم من النخب اليهودية التي بدأت تميز نفسها عن الصهيونية ولنقول أن المظلومية هي حافظ لنا لكي نقف مع هذا الشعب في قضيته الوجودية التي تتعرض للإبادة اليوم بشكورك أستاذة العلاقات الدولية دكتورة ليلى نقولة الرحباني بشكرك شكرا جزيلا من دمشق الأستاذ عارف سليمان القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشكر حضرتك ومن تونس رئيس تحرير جريدة الفجر السيد محمد الفراتي بشكرك شكرا جزيلا ومن القاهرة المنتج السينمائي الدكتور محمد العدل والقيادي بيئة الطيار الشعبي شكرا جزيلا دكتور محمد بشكر حضرتكو يا رب نقدرنا نوصل لكو بعض من نبض النخبة العربية وربي كمان من كنش كنا ضيوف تقال عليكو شكرا جزيلا وإلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا حباد الحباد هلوموا هلوموا لمجد السماء يا حباد الحباد اشتركوا في القناة